السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نارقا فارس في حلقة جديدة وموضوعين جديد مما لا شك فيه أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بها العمل على النت من بيع الأقمصة على الأنترنت ولا زال هناك العديد منهم يستعمل موقع دي سبرينغ صحيح أن هذا الموقع هو الموقع الأم والرائد أول من بدأ الفكرة ولكنه ليس الأفضل بالتأكيد في هذه الحلقة سوف نستعرض عليك إن شاء الله أفضل المواقع التي يمكنك أن تعمل عليها في هذا المجال فاصل قصير ثم نعود إليكم قبل أن نبدأ أتمنى من كل قلبي أن تضغط سبسكرايب أو إشترك أبوني في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد لرقا فارس أما إذا كنت من الأشخاص الأوفية على القناة أتمنى من كل قلبي أن تضغط لايك لهذا الفيديو تترك لنا كومنت أسفل هذا الفيديو ونبدأ على بركة الله أول موقع وهو موقع تيزلي أعتقد أن هذا الموقع الكثير والعديد من الأشخاص يعرفون الموقع أصلا ما يميز هذا الموقع عن موقع تي سبرينغ مثلا أنه حتى ولو تحقق مبيعة واحدة يمنحك أرباحك من دون أي مشاكل على العكس تي سبرينغ الذي مثلا قبل بداية الحملة تقول له أني أفترض الوصول إلى 10 مبيعات أو 50 مبيعة أو ما إلى ذلك فيجب أن تحقق حد أدنى من ذلك العدد الذي حققته حتى يعطيك الأرباح الخاصة بك هذا الموقع تيزلي لا يهم كم من عدد مبيعة تحقق فمباشرة يعطيك كل الأرباح الخاصة بك لذلك أنصحك بعدم العمل على موقع تي سبرينغ على الإطلاق واستخدام أحد هذه البدائل التي سوف نطرحها عليك إن شاء الله في حلقة اليوم الموقع التالي وهو موقع جير لانج صحيح أن الموقع ليس معروف وزوار الموقع ليس بيالكثر ولكن 99% من المبيعات التي تحققها في مجال تي سبرينغ هي من الإعلانات على الفيسبوك وليس من الترويج في الجروبات أو كل تلك التراهات أو من زوار الموقع فالمبيعات الحقيقية تحققها من إعلانات الفيسبوك والحملات الإعلانية ما يميز هذا الموقع أنك تستطيع أن تقوم بمشاركة الديزاين الخاص بك على العديد من الأشياء ليس فقط التيشيرتات يمكنك أن تسوق إلى أي شيء وتشارك الديزاين الخاص به بالطبع روابط كل هذه المواقع سوف تجدها في رابط أسفل هذا الفيديو في تدوينه ورابط التدوينه أسفل هذا الفيديو بالطبع الموقع الموالي وهو عبارة عن موقع جير بابل موقع رائع جميل جدا يمنحك العديد من الأشياء التي يمكنك أن تشارك عليها الديزاين من خواتم حتى قلادة أو العديد من الأشياء أقمصة أكواب والعديد والعديد من الأمور التي يمكنك أن تشارك عليها الديزاين وتجرب وتقوم بعمل حملات إعلانية بالطبع بالتوفيق للجميع الموقع الموالي وهو موقع فيرال ستايل نفس الفكرة نفس الأمر حتى لا أعيد الكلام في كل مرة فقط أعتقد أن هذه المواقع أفضل بكثير من موقع تي سبرينغ صحيح أن تي سبرينغ هو الموقع الأم أو الموقع الأصلي ولكن حتى تنجح كموقع أو كعمل أو كشيء تقوم به يجب أن تأخذ الفكرة وتطور عليها هذا ما فعلته هذه هي المواقع خاصة غير بابل و تيزلي تيزلي مثلا قام بحصر عدد المبيعات ولا يهتم بعد المبيعات مبيعة واحدة يعطيك الأرباح غير بابل يمنحك العديد من الخيارات يمكنك أن تحصل على الديزاين الخاص بك على أي شيء وهذا أمر رائع وجميل جدا كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم أتمنى من كل قلبي أن تضغط لايك لهذا الفيديو تقومن أسفل هذا الفيديو وتشارك الحلقة مع أصدقائك الذين تعتقد أنهم يعملون على مجال تي سبرينغ ولازالوا يتعاملون مع موقع تي سبرينغ في حين أن هناك العديد والعديد من المواقع أفضل بكثير من موقع تي سبرينغ لذلك شارك معهم هذا الفيديو دع الإفادة تعهم شكرا للمتابعة والإصغاء حتى نلقاكم في حلقة جديدة وموضوعين جديد يوم غد إن شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر